سيد النائب أشرف شبرهوي بولعيلة وكنت أقول مش هينفع نتكلم على قانون الإيجار القديم ما تعلق بشخصيات اعتبارية لغير أغراض السكن وما اذهبش إلى الأغراض السكنية الحلول المطروحة أمام المجلس إيه؟ اسمح لي يمكن هتكلم بصفة عامة في حاجة مهمة جدا لازم نرعيها إحنا أي مشكلة عندنا لازم نواجهها الهروب من المشكلة مش حال الهروب من المشكلة بيكبر المشكلة ودي اللي احنا بنعاني منه الوقت في موضوع الإيجار القديم وفي بعض الحاجات التانية بخصوص السكني طبعا ديت زي ما أنا قلت في الجلسة العامة كون بلا موقوطة طبعا وكلنا لازم نخشها وفي كلتا الحالتين زي ما الدكتور يعني رمى الموضوع علي وقال لي اوف انت في الوقت انت هنا مش هتشكر وهنا مش هتششل ولكن لازم تقول دي مشكلة كبيرة اه نخشها موضوع السكني اه انا يمكن في نمازج كتيرة جدا بنشوفها بنلاقي ناس اه عندها عمارات وسكنة بالإيجار والعمارات بتاعتها بتجيب بتجيب لها الشقة المؤجرة 25 جنيه و30 جنيه والكلام ده العقد شريعة المتعقدي هتفع في البن دي ولكن زي ما احنا عارفين ما فيش عقدة ابدي وما فيش علاقة ابدي فلازم يجي في يوم احنا مجلس الوزراء اجتمع مع الوزرات المعنية واجتمع مع بعض الكتل في مجلس النواب لطرح او وضع على الطاولة القانون الإيجار القديم بغرض السكن وبدأ فيه مناقشات للوصول لحلول طرد الطرفين المالك والمستأجر انا من وجهة نظر الشخصية لابد ان احنا ننظم العلاقة لابد ان احنا نحلها لان الموضوع هو المالك مواطن مصري والمستأجر مواطن مصري ده لحقوق وده لحقوق فالمفروض ان احنا هنيجي في فترة ما المفروض يكون فيه حوار مجتمعي ناخد القراءة نقدر نشوف حقوق المستأجر المالك ايه وحقوق المستأجر باقترح من وجهة نظري ان يكون فيه فترة برضو انتقالية وقانون جديد لان من مصلحة المستأجر ان يوصل لحل مع المالك لان زي ما احنا اتكلمنا في الفاصل ان فيه فترة فيه عقارات فترة زمنية ليلة وهتلاقيها على الارض فالمستأجر في العقارات دي مش هيستفاد حاجة لو العقارة النهاردة اه اه ايل سقوط او ازيل فانت مش هتستفاد شي وفيه عقارات اه معها عمر طويل فمجحل لازم اوازم العلاقة بين المالك والمستأجر فبقول النهاردة ان انا اجي اعمل فترة انتقالية وقانون برضو جديد لغرض السكني واعتي في الفترة الانتقالية اللي هعملها زي ما عملتها في الشخصات الاعتبارية اعتي اضافة هل الاضافة دي هتكون مش خمس امثال طبعا لان احنا عندنا خمس امثال ما جاول شقة مؤجرة بخمسة جنيه في خمسة بخمسة وعشرين جنيه ما عملتش معايا حال لا لازم اعتي كل شقة ايجار مش هيكون زي الواقع الحالي او الكلمة الايجارية الحالية للمنطقة اللي انا هرفع فيها الايجار لا تكون اقل منها شوية للفترة معينة وبعد كده اترك المجال بين المالك والمستاجر انهم يتواصلوا مع بعض ممكن المستاجر يبيع في الفترة دي وممكن المالك يرفض البيع فهاجي اعمل صندوق عقاري الصندوق العقاري دي هاجي جيت النهاردة وهطلو بحث حالي من كل واحد عندي شقة مقفولة ومركونة وانا ساكن في فيلا وساكن في مكان تاني وعنده ايجار قديم بس طريقة الشقة دي هقدر اعرف واحصرها اذا كانت هي مستغلة ولا لا الشقة اللي مش مستغلة لازم تركح اه لازم ترجع للمالك او مش لازم يعني في النهاية لازم عاوز تحتفظ بيه الشقة المقفولة ادفع القيمة الاجارية العادلة بالزبط فالحاجة التانية هاجي على الشريحة اللي احنا كلنا لازم نقف معاها وكلنا لازم نسعيدها الشريحة اللي هي اصحاب الدخول المحدودة او المعدومة اللي هم بالفعل سكنين في العين المؤجرة ولا يستطيع دفع القيم الاجارية الجديدة ايا كانت بالزبط انا كدولة لازم يكون دية هو هدفي الاساسي اللي هقدر اقف معاه وهقدر اعمل فعلا معادلة ان اخدمه في ازاي هعمل صندوق عقاري الصندوق العقاري ده هو هاجي الشقة دي ايجارها مثلا الوقت خمسة جنيه بس هي ايجارها في الطبيعة ألف جنيه من الصندوق العقاري دي اتأمول الفرق بين القيمة الاجارية القديمة والقيمة الاجارية الجديدة هتثبت لي ازاي حالته اذا كان محدود الدخل هطلب بحث حالة لمدة تلس سنين سابقين